مستمرون مشاهدين في هذه التغطية لتطورات في السودان حيث الهدنة في يومها الثاني لا تخلو من خرقات والأزمة الإنسانية حاضرة طبعا وتزيد الصحة العالمية التي دقت نقص الخطر اذ توقعت المزيد من الوفيات في ظل نقص الخدمات مشيرة إلى أن أكثر من 60% من المنشآت الصحية في الخرطوم مغلقة لكن الخبر اللافت هو إعلان وزير خارجية جنوب السودان أن البرهان أكد لرئيس جنوب السودان سلفا استعداده للقاء أحمدتي خارج الخرطوم وأنه ما يزال يحاول إقناع أحمدتي بالموافقة وقف العريف ما أدر منه أنا ناس مواطنين مسالمين دارين يأكلوا لقمة الإيش وستنمشون المشكلة بيقى خطير علينا الحرب ضيقة ضيقة على الشعب السوداني ومغلية كل حاجة يعني الناس دي تراعي للحياة دي وتراعي للناس المساكين وتراعي للصناعية وتراعي للناس التي يشتغرز جليوم بليوم وأنت يا النفرين اللي قبل لكم في كورسي أنا أدر منكم بس تهسوا تستفقوا ومع استمرار المواجهات في السودان والجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار أعلن البيت الأبيض عن العمل مع طرفي الصراع في السودان لتمديد وقف إطلاق النار لوقف العنف وتأمين المسارات الإنسانية مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في السودان مستمر رغم بعض الخرقات بالإضافة إلى عمليات القصف العشوائي التي أسفرت عن مقتل مدنيين بينهم أمريكي هو الثاني حتى الآن هذا وأكد البيت الأبيض على مواصلة العمل لتأمين خروج كل مواطن أمريكي يريد مغادرة الأراضي السودانية من جهته مشاهدين قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الاتحاد يرحب بالهدنة الإنسانية في السودان ولكنه يريد الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار كنا نرحب بطبيعة الحال بإعلان هذه الهدنة الإنسانية في سودان بعد أيام من الصراع ولكن صحيح هناك إعلانات هنا و هناك إختراقات وانتحاكات لكن نحن نريد أن نكرر دعواتنا للأتحاد المتقاتلة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لإطلاق النار دائم أعلن الجيش السوداني التصدي لهجوم لقوات الدعم السريع على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم وقال للجيش أنه كبد قوات الدعم السريع خسائر فادحة بحسب البيان هذا وتهم الجيش قوات الدعم السريع بمواصلة خرق الهدنة المعلمة سلم سلم يا فارحة ازمى ازمى أجل ما يمكنك تصيره دي لكل جارين ماشيين الهجوم هسي في رئاسة الشرطة رئاسة شرطة الولاية ودين المواطنين ماشيين قالوا يمشي تسلهوا فتحولهم المخازن بتاعت السلاح بتاعت شرطة المحلية شرطة المحلية دين المواطنين الآديين دارين يمشوا يخضلهم أسلحة من شرطة المحلية لأنه ما في قوة تحميم أي زول يمشي شي لو قندقاء يحمي نفسه حملت قوات الدعم السريع المجتمع الدولي مسؤولياته تجه خرق الهدنة من قبل قيادات الجيش السوداني مشيرة إلى أن عدم التزام قيادات الجيش بالهدنة تؤكد تعدد مراكز القرار داخل الجيش كما اتهمت قوات الدعم السريع قوات من الجيش بمهاجمة مواقعها بمحيط القصر الجمهوري وأرض المعسكرات وصوبة في وقت واحد دعا وزير المالية السوداني وزعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم دعا الشباب إلى تشكيل لجان شعبية لحماية المدن المتأثرة بالحرب وقال جبريل إبراهيم في تغريدات على حسابه على تويتر أن الوضع في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور يتسم بالفوضى العاربة وشددا على ضرورة التحرك لإيقاف المأساة هناك على حد تعبيره بات معبر أرقين البري الفاصل بين الحدود المصرية والسودانية أمل الفارين من اشتباكات السودان خصوصا من مدينتي الخرطوم وأمدرمان الكثيرون تحدثوا عن خطورة الأوضاع وصعوبة الرحلة من السودان وصولا للحدود المصرية مراسل العربي أحمد عثمان والتفاصيل نحن الآن في منفذ عرقين آخر نقطة الحدودية لعبور المصريين والسودانيين والرعاية الأجانب الذين يهربون من جحيم ما يحدث في السودان إلى مصر الضرب وكان في الخرطوم والضرب بيقى عشوائي بيقى الضرب يعني حد يصول حرج الضهور شديد وضحايا شديد والغنابل بتقع خشم الباب ونهب مسلح بصورة عشوائية إحنا سنلوقتي جينا وبيوتنا مش معروف حنلقاه ولا مش حنلقاه ومن خلال هذه الحافلات سينتقلون إلى وجهتهم المقبلة مدينة أسوان التي تبعد عن هذا المنفذ حدود 500 كيلومتر مشاهدين ينضم إلينا من باريس عبر الهاتف الدكتور محمد فيل سفير جمهورية جزر القمر لدى فرنسا وعضو لجنة مبادرة الاتحاد الإفريقي لحل الصراع في السودان أهلا بك سعادة السفير يعني اليوم كل العين على المبادرات التي يمكن أن تقدم للخروج بحل سلمي ويعني تجنب مسيرة طويلة من الاقتتال ما هي المبادرات التي ستتقدمون فيها بهذا الإطار أولا سلام عليكم الرئيس الاتحاد الإفريقي هو رئيس جزر القمر سيد قامت الرئيس عثمان غزالي قام بمبادرة أولها كان الاتصال بالجهتين المختلتين من أجل إسكاة الأسلحة ودعوتهما إلى طاولة الحوار ثم بعد ذلك بعدما أدرى المكالمتين مع الجهتين استطاع أيضا أن يعرض عليهم خريفة عمل هي في الحقيقة تهدف إلى دعوة الجهات المعنية بالوضع السوداني إلى طاولة الحوار وكذلك دعوة المجتمع الدولي إلى أن يقفوا على جانب الاتحاد الإفريقي من أجل إيجاد حل إفريقي وهو في الحقيقة الخطاب الذي يستعمل من طرف رئاسة الاتحاد الإفريقي وبالتالي الكل اليوم يدعي إلى الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات ما تطرحونه اليوم هل طرحتموه مع الألية الثلاثية والألية الرباعية هل طرحتموه على أطراف الصراع هل هناك قبول من أي من هذه الأطراف نعم يعني ما يسلج الصبر أن الجهتين المعنيتين بالوضع قبلة ما عرض عليهم سيد الرئيس ولا شك أنه يشتغل مع المنظمات الدولية كلها وعلى وجه الخصوص الاتحاد الإفريقي الذي أبدت الجهتين استعداذهما للاشتغال معه يعني كمنظمة يعني نحن في الحقيقة وهذا ما يسلج الصبر أيضا أن الجهتين أبدت رغبتهم في أن يكون الحل حل إفريقي الحل حل إفريقي باعتبار يعني أن الاتحاد الإفريقي أحدى المنظمات الإقليمية التي تختص يعني والتي تدار إليها تكل إليها موضوع تسوية النزاعات بين الأطراف هناك اليوم بين طرفي النزاع بين أحمدتي وبين البرهان إذا يعني كما قلت بأنكم عرضتم المبادرة على الطرفين وهم محل قبول هل ممكن بالساعات المقبلة أن يجلسوا على طاولة المفاوضات ما التنازلات التي ممكن أن تقدم هل نحن أمام وقف طويل لإطلاق النار أم ما وفي الحقيقة الهدف الأول هو إسكاة الأسلحة والجهتان أبدت رغبتهما في أن نصل إلى هذه المرحلة لابد من إسكاة الأسلحة ثورا وفي الحقيقة كلتا الجهتين أبدت استعدادها لهذه المرحلة وفي الحقيقة المرحلة المهمة وأطمد على ذلك رئيس الإتحاد الإفريقي هو في مرحلة إعداد خريطة عمل إن شاء الله هل ستزورون الخرطوم؟ هل سيزور وفد الخرطوم؟ نعم هذا أيضا من الأمور المضافجة يعني فورما تتوفر الشروط الأمنية سينتخل يعني أنتم بالمرحلة الماضية لم تستطيعوا الوصول إلى الخرطوم وطرح المبادرة بشكل مباشر على الطرفين بسبب عدم الالتزام بوقف إطلاق النار ما الذي يضمن اليوم بأن يلتزم الطرفين بوقف إطلاق النار وهل هم مستعدون لاستقبال الوفد؟ في الحقيقة نحن في مرحلة المفاوضات في هذه النقطة بالضبط لكن الجهتان أعلنتا كما قلت لكم استعدادهما لاستقبال يعني وفدا مثل هذا سواء داخل الخرطوم أو خارج الخرطوم لكن بيني وبينكم أستطيع أن أقول لكم أن رئيس الإتحاد الإفريقي يرغب في أن يزور أو هو يهدف إلى أن يزور الخرطوم في الأيام المقبلة لكن شريطة أن تتوفر الشروط الأمنية بالطبط شريطة أن تتوفر الشروط الأمنية سيزور الخرطوم وبالتالي هل ستتكثف الاتصالات مع طرفي النزاع بالساعات المقبلة؟ خصوصا أننا نتحدث عن هدنة فرض الجانب الأمريكي نوعا ما لثلاثة أيام ولم يلتزم بها الطرفان مئة بالمئة هي تخرق بين وقت والآخر أنا في الحقيقة ما قلت لكم استطاع الرئيس أن يبتصل بالفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق محمد حمدان ددلو وكلتا الشخصيتين أبدت رغبتها في أن يستقبل الرئيس وأيضا في قبول معارضة عليهم الرئيس فبالتالي في الحقيقة نود أو نرجو أسمح لي المبادرة كما قلت تتضمن بالمرحلة الأولى وقف لإطلاق النار وإسكاة الرصاص بالمرحلة الثانية تتضمن ماذا؟ بما أن طرفي النزاع متعنت اليوم ويحاول كسب أوراق أوراق رابحة لوضعها على طولة المفاوضات لا يمكن أن أدخل أكثر في التفاصيل لكن ما أستطيع أن أقول لكم الآن أن بعد إسكاة الصوت لابد أيضا من مرات جوية تسمح لإيصال الإعانة التي في حاجة إليها المدنيون وكذلك الناس الذين جدون أنفسهم إخواننا السودانيون الذين هم مصابون بهذه الأزمة الخطيرة فالمرحلة المقبلة إن شاء الله تكون مرحلة إيصال الإعانة التي امتحادت إليها نعم وبالتالي أنتم نعم أنتم الآن ما زلتم بالمرحلة الأولية وهي وقف إطلاق النار ليس هناك تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة بانتظار تنسيقها طبعا بشكل مفصل أكثر مع الأطراف الأممية أتحدث عن اللجنة ثلاثية واللجنة الرباعية شكرا لك سفير جمهورية جزر القمر لدى فرنسا وعضو لجنة مبادرة الاتحاد الإفريقي لحل الصراع في السودان شكرا للمشاهدة الأمم كلها بالدعي فيكم مشاهدين نتابع وأيكم هذه الصور التي وصلتنا من إرسال الجيش السوداني تعزيزات للخرطوم هذا وأشارت هنا مصادر إلى أن القوات هذه التي نتابعها بهذه الصور جاءت من ولايتي النيل الأزرق والجزيرة ومدينة عطبرة في ولاية نهر النيل إذن تعزيزات جديدة للجيش السوداني إلى الخرطوم إذا الطابور طويل من التعزيزات العسكرية للجيش السوداني من جنوب الخرطوم إلى داخل الخرطوم طبعا هذا ينظر باشتداد حدة المعارك والاشتباكات بالساعات المقبلة بعد انتهاء الهدنة مشاهدين نعود إلى الأرض ونقل الصورة من هناك من منطقة المعمورة جنوب الخرطوم مراسلة العربية الريان الظاهر ريان يعني الصورة معك من هناك على ما يبدو كيف تبدو الحركة بعض المحال مقفلة بعضها مفتوح وماذا عن أوضاع السكان إنسانيا قبيل قليل كنا بإحدى المحال التجارية التي فتحت أبوابها لمدة زمنية معينة أو توقيت معين ومن ثم أغلقت أبوابها كحال عدد من المحال التجارية الآن معظم المحال التجارية أو جميعها يعني غربة الشمس هنا في السودان وبالكاد تكون مغلقة وجدنا هؤلاء الباعة المتجولين نريد أن نعرف ونستفسر أكثر ونرصد حركة المواطن والحركة الشرائية وللأمانة نفذت كثير من المواد الأساسية وللأسف حتى المياه المعدنية بدأت تنفذ من المبردات ومن أرفف المحال التجارية وربما المواد الموجودة الآن بمخازن هذه المحال قد لا تكفي لأسبوع وهو ما ينبئ به خطر قادم للمواطن السوداني الذي ظل يعاني من شح الموارد والمواد التموينية ونفاذ المواد الأساسية نحن هنا نرصد آراء أيضا وبعض الاستطلاعات لهؤلاء الباعة وأيضا وجدت أن أرفف المحال التجارية قد بدأت تخلو من الفاكهة وبدأت تقل فيها الخضروات فلذلك سنستطلع يعقو عبد الله مرحبا السلام ورحمة الله العربية مرحبا مرحبا أول حج كيف الحركة الشرائية للمواطن هل في إقبال على الخضروات والفواكه أيوة نعم جدا فيها طبعا يعني أزعار مناصبة معقولة إنه لك بطاتس بألف جنيه يعني لحد 700 جنيه بيقولوا إنه في غلاء يعني يسا حاليا بيقولوا إنه في غلاء حاصل فعلا في غلاء أو الأزعار كما هي الغلاء شنون الموجود من الفاكه وشنون الموجود ما بيستطيع المواطن شراؤه برتقال وعندك زي المانغا دي طبعا ما موجودة دي بداية القديمة مخزن كده لكن زي طفال المصورة دي بداية قديمة مخزن جديد ما بتقدروا تستوردوا جديد لا جديد ما في طريقة لكن موز برضو كان ما في كان قطع لكن الليلة سباح اليوم في موز جاد داخل جديد وكده المواطن حاليا ممكن ما يملك النقد كيف بتدعمل هل بالتطبيقات البنكية ممكن تدعمل تدعمل طوال أي جدا يعني زول يشتري بالكاج دوما يشتري برضو حولينا بنكك حتى لو ما يزعت يعني بند طوال يمشي يجي مرة يجي برضو حاليا بنرسط برضو عملية شراء يعني مرحبا كيف العالم الحمد الله زي كل يوم يعني ما في غلاة في الأزعار لا 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 ما ولو في غلاة والله ما خليه يحتاج طيب معنا أيضا معنا أيضا يعقوب مرحب 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 أول حاجة كيف حركة الشراع والله حركة الشراع سي لحد الان كويسة ما كعبة بتفتح متين وتغلق المكان متين بنغلق بعد صلاة المغرب تسعة لعشرة كده مرات بنية على حساب التوغيق بيتبايع المواطنين أو لا بيتبايع فعلا في الشارع برضو مرات بوقفون بيتبايع وكده أنتو حاليا يعني ما في مكان أو محل حاليا 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 كحالة الباعة المتجولين أنتو حاليا في الشارع يعني في الشارع كيف الأوضاح حاليا هل المنطقة خطرة ولا عادية كيف بتقدروا تشتغلوا وتمارسوا عملكم والله لحد الآن الوضع هنا غايته آمن ما في حياة بس بعد الارتكازات في الطريق لفت أفريقيا جامعات أفريقيا برضو لفت جوبا الصينية نحن طبعا مجيب من السوق المركزي الارتكازات لحد الآن الصباح هنا برضو كان في ارتكاز في المحلة جو الصباح بعد العربات زي 3 وال4 ارتكزوا أخذوا حاجاتهم وفاتهم هم برضو بشترمنا عادي يعني بمشوا بيتفع بقرشهم إذن هي استطلاعات لمواطن قام بشراء بعض الفاكهة وأيضا لهؤلاء الباعة المتجولين الذين يتخذون هذا شارع مكانا للعمل ولبيع رصدنا هذه الحركة الشرائية التي تبدو نوعا ما جيدة يعني ربما نسبة برضو لإغلاق عدد من المحال التجارية وعدد من الباعة المتجولين الذين غادروا يعني الشارع هم فقط موجودون الآن وسيغلقون الآن يعني نشهد إغلاق هذا المكان نعم شكرا لك ريان قبل أن أختم هل رصدتم أي أرتال عسكرية على ما يبدو أن ريان لا تسمعنا شكرا لك مراسلة العربية ريان الظاهر حدثنا من جنوب الخرطوم أكد وزير خارجية جنوب السودان أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكد لرئيس جنوب السودان موافقته على لقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو خارج الخرطوم وأوضح وزير خارجية جنوب السودان أن محاولات إقناع حمد للقاء البرهان ما زالت مستمرة عبرت بريطانيا عن قلقها إذا التقارير التي تفيد بأن الطرفين أخفقا مرة أخرى بالوفاء في التزاماتهما حول الهدنة ودعت قوات الجيش والدعم السريع على وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العنف بالإضافة إلى السمح بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين العاملين في المجال الإنساني وطبي إلى ذلك مشاهدنا دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيرش أطراف النزاع المتصارع في السودان إلى وقف القتال في البلاد شديدا على أن القتال لن يكون حلا للصراع بين القوتين جوتيرش دعا قادة السودان لجعل مصالح شعبهم أولوية وفي مسلسل المعاناة معاناة السودانيين المدنيون يشكون من رصاص الدوشكة الروسي ويقولون أنه يخترق جدران المنازل ويصيبهم بإصابات بالغة فلنتابع رشاش الدوشكة الروسي صمم في الثلاثينات من القرن الماضي السودان من الدول التي تستخدم هذا الرشاش بكثرة طلقته كبيرة الحجم من عيار 12.7 ميليمتر يصل مدى الرمي إلى 3500 متر في الأصل هو رشاش ثقيل مضد للطائرات يمكن استخدامه ضد المدرعات الخفيفة والآليات العسكرية إذا تم استخدامه في المناطق المدنية سيؤدي إلى أضرار مروعة وفي آخر تطورات عمليات الإجلاء من السودان قال مراسل العربية أن نحو سبع طائرات عسكرية تصل يوميا إلى بورت سودان للإجلاء بالتنسيق مع الجيش هذا ووصلت إحدى طائرات الإجلاء إلى بيروت بمساعدة السعودية محملة ب32 شخصا كما تمر عمليات الإجلاء إلى ليبيا عبر ثلاث مراحل برية وجوية وبحرية تبدأ بالانتقال بالحافلات إلى بورت سودان ثم إلى ميناء جدة وصولا إلى المحطة الأخيرة في طرابلس واستقبل مطار معيتيقية الدولي 105 من أفراد الجالية الليبية في السودان بعد إجلائهم هذا وأكدت الجزائر أن 13 فلسطينيا وأكثر من 20 سوريا وعددا آخر من الرعاية بالخرطوم قدموا من مطار بورت سودان من مدينة بورت سودان المراسل العربية نزار بقداوي نزار عمليات الإجلاء كيف هي الصورة من هناك هل هي ما زالت مستمرة الأعداد الموجودة وكيف تسير عبر البحر أو عبر الجو حاليا عمليات الإجلاء متواصلة بدأت منذ 21 من هذا الشهر عبر البحر وبدأت منذ 23 من هذا الشهر عبر مطار بورت سودان الدولي حتى الآن ما تم إجلاؤهم تحديدا نحو مدينة جدة عبر البحر أكثر من 1200 تم إجلاؤهم ينتسبون لأكثر من 65 دولة وصلوا إلى بورت سودان وأكملوا كافة الإجراءات المتعلقة بالإجلاء وبمغادرة السودان فيما يلي عمليات الإجلاء عبر المطار هناك نحو 6 إلى 8 رحلات يوميا تهبط الطائرات العسكرية ما تهبط فقط في مطار بورت سودان هي الطائرات العسكرية لأن المطار مغلق بموجب القرار الذي صدر من السلطات السودانية بإغلاق المطار الجوي لكافة رحلات الجوية الدولية لذلك يحدث الإستثناء فقط للطائرات التي تدلي الرعاية وهي طائرات عسكرية تصل إلى بورت سودان في المطار ومنها إلى عدد من القواعد سواء كان في جيبوتي أو في عدد من مطارات المنطقة والإقليم والعالم أما بحريا فتتواصل حتى اللحظة عمليات الإجلاء التي تنضي بصورة يومية بواقع خمس إلى ست قطعة بحرية تصل إلى مدينة بورت سودان تحديدا في الميناء الشمالي وتقوم بنقل رعاية مختلف دول العالم منهم من يمضي إلى ميناء جدة ومنهم إلى عدد من المواني البحرية في عدد من دول العالم هذا هو الموقف تستميق هذه العملية تحت إشراف ومتابعة من قبل الجيش السوداني وإدارات مختلفة من الشرطة والجوازات والهجرة وبوجود لعدد من ممثلي الدول والسفارات هنا في مدينة بورت سودان نزار أيضا بموازات ذلك هناك رحلات ما زالت تصل إلى مطار جدة الآن الرحلات التي تسير عبر البحر وعبر الجو من أين وإلى أين الرحلات التي تسير من السودان كانت في اليومين الأولين تنطلق من قاعدة عسترية في مدينة مدرمان تم إجلاء عدد من رعاية الدول الأوروبية بريطانيا الولايات المتحدة وفرنسا بعدها مباشرة من يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر بدأت الرحلات من داخل مطار بورسوبان الدولي هذا المطار الذي هويئة تماما لاستقبال الطائرات العسكرية يعمل على مدى 24 ساعة بتنسيق بين الجيش والشرطة وإدارة الطيران في السودان ومختلف الوحدات الأمنية والعسكرية لتنسيق هذه الرحلات التي تصل إلى مطار بورسوبان بعدها مباشرة تنتقل هذه الرحلات إما إلى بعض القواعد في جيبوتي أو تنتقل إلى مصر أو إلى تونس أو إلى المغرب أو إلى الأردن أو إلى إسطنبول هذه هي أبرز الواديهات الدولية وبالتالي نحن ما زلنا نتحدث عن أعداد كبيرة يتم إجلاء من هناك نعم شكرا لك نزار على كل حال سنبقى نتابع معك ومع الزملاء عمليات الإجلاء التي بدأت منذ أيام والتي من المتوقع أن تستكمل بعدما مددت هذه الهدنة إلى ثلاثة أيام شكرا لك نزار بقداوي حدثتنا من بورتسودا حاصل استغلال استغلال ذاته بشع من أصحاب الموساط ويعني تذكرة الصباح بيسعر ومنسى بيسعر الباصفة تظلوا خمسة مقاعد لكن يعني عندنا ثلاثة نفر قلبي مليار وخمسين مليار وخمسين جوارهم نذكر مشاهدين بالتطورات الميدانية في السودان فرغم الهدنة المعلنة تشهد العاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات مستمرة بين طرفي النزاع وهما الجيش السوداني طبعا وقوات الدعم السريع ويظهر لنا هنا أن الاشتباكات تركزت في محيط القصر الرئاسي والواقع طبعا في وسط العاصمة السودانية قوات الدعم السريع اتهمت هنا الجيش وقالت إنه هو من هاجم قواتها بمحيط القصر الجمهوري وأرض المعسكرات وسوبة في وقت واحد ونجد هنا مشاهدين أن الاشتباكات امتدت إلى مناطق في محيط القيادة العامة وإدارة المرافق الاستراتيجية الجيش أعلن هنا تصديه لهذه الهجمات التي تشنها مجموعات الدعم السريع ويظهر لنا أيضا مشاهدين اشتباكات في المناطق المحيطة بمطار الخرطوم الدولي كما نشاهد هنا وأيضا حي المطار السكني وعن قناصة الدعم السريع المستمرة في إطلاق النار في مطار الخرطوم وبحري وأمدرمان وفق أعلان الجيش السوداني من الخرطوم إلى ولاية غرب دارفور فقد تجددت هنا الاشتباكات أيضا في مدينة الجنينة بين الجيش والدعم السريع واصطبعا الأحياء السكنية كما نشاهد هنا السلام عليم س paisباكات سيد 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 المترجم للقناة وحول جهود السعودية بشأن المساهمة في إجلاء الرعاية الأجانب عبر موانئ جدة بالبحر الأحمر وصلت الفرقاتة الفرنسية لغان إلى جدة وعلى متنها أكثر من أربعمائة شخص قادمين من السودان هربا من الاقتتال الدائر الآن بدأ نزول الأشخاص على متنة أو رعاية بعثة الأمم المتحدة ونشاهد أيضا هذه السيدة والتي ترافقها إحدى المجندات السعوديات من حرس الحدود وكذلك جنود من حرس الحدود يرافقونها في عملية نزولهم وهي من الدفعة الأولى طبعا الفئات المخصصة للاحتياجات الطبية هم يقومون بالآن النزول وتوجه مباشرة إلى مركبة الإسعاف كما نشاهد التي خصصتها الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي وكذلك السلطات السعودية وتأمين صحة وسلامة رعاية بعثة الأمم المتحدة تحمل هذه الفرقاتة قرابة الأربعمائة شخص من جنسيات مختلفة هناك السلك الدبلوماسي لعدد من الدول سواء الدول من أوروبا وكذلك أمريكا وهم أيضا سوف يستقبلون بعض رعاياهم من بعثة الأمم المتحدة يتواجدون الآن هنا على رصيف ميناء جداء الإسلامي هنا أيضا وصول أو نزول أيضا المزيد من بعثة الأمم المتحدة ورعاية بعثة الأمم المتحدة الذين وصلوا لأتوى الآن ساهمت سفينة أمانة السعودية بإجلاء مئات الأشخاص من مختلف جنسيات العالم مسجلة بذلك أكبر عملية إجلاء من السودان حتى الآن فلنتعرف مشاهدينا على هذه السفينة ونعود سفينة أمانة السعودية تقوم بأكبر عملية إجلاء من السودان السفينة ترفع علم السعودية منذ أربعة وأربعين عاما إيطالية الصنع تملكها شركة نماء للتجارة الدولية عرضها يصل إلى ثلاثة وعشرين مترا وطولها لمائة وثمانية وأربعين مئات الرعاية الأجانب استخدموها لتنقلهم من ميناء سواكن إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة يصلون لوجهتهم المستقرة وتغمرهم فرحة النجاة يلوحون لها شكرا أمانة على الأمانة يعني هو الرعب الطيارة من فوقك كيف هيك عم تقصف يعني رعب كم فضيع البنت تبغى تصير مذيعة يا محمد معانا يعني رعب نفسي وجسدي والله كنا بالسودان بالعاصمة الخرطوم بالخرطوم نفسها بالخرطوم نفسها وكان فيه يعني نسمع صوات تقريبا كذا وآخر الفترة لما قللنا أنه خلاص بدنا نطلع فكانت الضرب قوي جدا يعني صراحة كان كل شيء منظم ما شاء الله وكان كذا فيه جنود وكلهم قاعدين يعطونا الترتيبات يعني فكان الموضوع جدا سهل الحمد لله وصلتوا مع السفار السعودي هنا أيوة أهلي من هنا توصلوا معهم قالوا لهم نروح على الميناء البحري مشاهدينا سأنتقل إلى الزميل هاني صفيان من ميناء جدة حيث وصلت سفينة صينية تنقل رعاية صينيين لجدة ميناء السودان الصورة معك هاني تفضل نعم أهلا بكم مجددا وأهلا بمشاهدي قناة العربية إذن على رصيف ميناء جدة الإسلامية الواقع غرب السعودية الآن تقف سفينة صينية ولكن هذه سفينة بالأصل هي سفينة نفطية ولكن لصعوبة الأمر هناك في السودان فاضطرت هذه السفينة إلى إجلاء مواطنين من الصين أو من أبناء جلدتهم على هذه الحاملة وهي حاملة نفط يعني هذه من المفترض أن هذه السفينة هي مخصصة أصلا للنفط وكانت تقوم بمهمة في نقل أعمال نفطية ولكن اضطرت إلى حمل عدد من مواطنين الصينيين وإجلائهم وكانت أقرب نقطة لهم هي ميناء جدة الإسلامي يتوقع أن يكون على متن هذه السفينة قرابة 60 شخص من الجنسية الصينية قدموا من بورت السودان طبعا الآن هي تقف على هذه الرصيف أو تقف السفينة على هذا الرصيف وفي استقبالها الموظفين وكذلك من سبي ميناء جدة الإسلامي طبعا هناك عدد من الجهات الأمنية التي تقوم أيضا بالإشراف على الوضع الحالي هنا على الرصيف منها حرس الحدود وكذلك الجهات الخاصة بالإدارات الصحية والخدمات الصحية وكذلك أيضا يوجد القنصل أيضا والسفير الصيني وعدد من موظفي السفرة الصينية الذين يضعونها في هذه اللحظات اللافتات وكذلك اللافتات ترحيبية وأيضا هي وعلم الصين ترحيبا بوصول هؤلاء المواطنين الصينيين طبعا السعودية اليوم أو تحديدا نتحدث عن مدينة جدة هي أصبحت أقرب نقطة وتستعين بها دول عديدة نتحدث اليوم عن أكثر من 58 دولة استعانت لإلى السلطات السعودية من أجل تسهيل مهمة وصول مواطنيها إلى مدينة جدة كون أن مدينة جدة هي الأقرب وهي الأمن وأيضا هي مناسبة لوقوف سواء الفرقطات أو أيضا السفن التجارية أو أيضا حتى السفن النفطية وكما هو نشاهد الآن في هذه اللحظة وقوف سفينة نفطية صينية هي أصلا في الأصل ومعدة ومخصصة لحمل النفط طبعا هنا نشاهد أيضا السفير الصيني وأيضا الملحق العسكري في الصين وأيضا بتواجد منسوبين من السفراء الصينية هم في استقبال مواطنيهم وكذلك أيضا في اللحظات التي ننتظر فيها نزول هؤلاء الصينيون الذين قدموا من بورت سودان والذين سوف ينزلون في هذه اللحظات طبعا هناك أيضا من الجهات الحكومية وما قدمته السعودية أيضا دعما ومساندا للدول الأخرى التي ترغب بوصول مواطنية هنا إلى مدينة جدة ووفرت لهم مقار خاصة وأماكن خاصة وكذلك حافلات اليوم كانت في ساعات الصباح الأولى كانت هناك أكبر خطة إجلاء وأكبر عملية إجلاء لعدد من رعاية من جنسيات مختلفة نتحدث عن أكثر من 1670 شخص من 40 جنسية وصلوا إلى السعودية نتحدث أيضا عن فرقاطة فرنسية وهي فرقاطة لورين والتي تقف لأول مرة أيضا على هذا الرصيف وصلت وتحمل على متنها أكثر من 400 شخص ولكن هم 400 شخص من رعاية الأمم المتحدة أو بعثة الأمم المتحدة في السودان من خلال ما واجهوا من هناك من أزمات وخاصة عندما رصدنا في النشرات السابقة لبعض حالات الإصابات التي رصدناها وكانت هناك حالتين أصيبتا جراء شضايا من ذخائر وتم نقلهم مباشرة عبر هلال الأحمر السعودي إلى أقرب المستشفيات التي عدت لهم طبعا في هذه اللحظات أيضا هناك الجهات الحكومية وأمنية من قطاعات وزارة الداخلية التي تقوم أيضا بإشراف على سلامة هؤلاء الواصلين حتى يتأكدون أيضا من سلامتهم وأيضا هناك الجهات الصحية تتأكد من أي فروسات هاني قبل أن أختم معك يعني الآن سيتم إجلاء هؤلاء الرعاية وإخراجهم من هذه السفينة إلى أين سيتم إرسالهم هل هناك طائرات جاهزة لنقلهم إلى بلادهم أم أنهم سيباتون في جدة طبعا بكل تأكيد هناك طائرات خاصة يتم التنسيق فيها مع الجهات السعودية مع السفارات دولهم وتحديدا سفارة الصينية هناك طائرات سوف تقلهم مباشرة لديهم الخيارين الخيار الأول إما إقامتهم يمكثون لمدة يوم أو يومين بعدها ذلك مغادرتهم إلى بلادهم إلى الصين أو مغادرتهم مباشرة إلى الصين بالترتيبات والتنسيقات مع السفارة الصينية على كل حال هاني سنعود إليك فورا يعني بدء إجلاء هؤلاء من السفينة شكرا لك هاني سفيان ورأس العربية حدثتنا من جدة وصلت أول طائرة تقل رعاية قادمة من السودان إلى مطار ستانستود في قرب العاصمة لندن بعدما أجلتهم الحكومة البريطانية اشتركوا في القناة ما أدري منهم أنا ناس مواطنين مسالمين دارين يعقلوا لقمة الإيش وهس نمشون المشكلة بيجاء خطير علينا الحرب ضيق ضيق على الشعب السوداني ومغلية كل حاجة يعني الناس دي ترايي للحياة دي وترايي للناس المساكين وترايي للصناعية وترايي للناس يشتغرز قليوم بليوم وأنت يا النفرين أنا أدري منكم بس تهسوا تستفقوا قادة نظام البشير أصبح خارج سجن كوبر الذي يعد من أكبر وأقدم سجون العاصمة السودانية الخرطوب لكن ماذا عن الرئيس السابق عمر البشير سؤال تصدر المشهد السوداني بعدما كشف الوزير السابق أحمد الهارون وهو أحد أبرز رموز نظام البشير عن هربه وهروب قيادات أخرى تابعة للنظام السابق من سجن كوبر أوضاع داخل السي بخروج كل النزلاء يوم الأحد 23 أبريل 2023 من السي عنوة فقدرنا بالسي حتى خلاء تماما من نزلائه وسيانه فيما عدا قلة لا تتجاوز العشار من قادة وضباط وأفراد السي وبناء على طلب القوى المتبقية من قوة السي تحركنا لموقع آخر خارج السي تحت حراسة محدودة لا تتعدى الثلاثة من تلك القوة الجيش السوداني والدعم السريع كلاهما تبادل الاتهامات حول هذه القصة تحديدا الجيش أكد بأن البشير وبعض قيادات حزبه كانوا ولا يزلون محتجزين في مستشفى علياء العسكري قبل اندلاع الاشتباكات لكن قوات الدعم السريع اتهمت قيادات موالية للبشير بالأمر وبالتآمر وفق ما قاله المستشار السياسي لقاءة قوات الدعم السريع يوسف عزت للعربية العناصر الإسلامية داخل الجيش أنا لا أتهم كل الجيش الجيش ليس كله حركة إسلامية هناك ضباط شرفاء ولكن هناك جهات داخل الاستخبارات العسكرية هناك جهات ضباط إسلاميين ساهموا في إطلاق سراحة لهذه المجموعة سجن كوبر مشاهدينا الذي سلطت عليه الأضواء امتدت الاشتباكات إليه وتعرض لقصف مدفعي مما ساهم بهرب مئات السجناء منهم سجناء محكوم عليهم بالأعداء هذا السجن سجن كوبر هو السجن المركزي في البلاد ويقع في مدينة بحري بالقرب من النيل الأزرق بالعاصمة الخرطوم تبلغ مساحة السجن حوالي خمسة ألاف متر مربع وتم تصميمه على شكل هندسي يحاكي سجون بريطانيا بعدما تولى مهام إدارة هذا السجن الجنرال الإنجليزي كوبر خلال فترة الاحتلال ويضم السجن أربعة عشر قسما من بين هذه الأقسام قسم مخصص للمدنين بأحكام الإعدام وقسم للمعتقلين السياسيين وبطبيعة الحال قسم للمحكم عليهم بأحكام طويلة وقصيرة يبعد السجن مشاهدين عن المستشفى العسكري نحو عشرة كيلومترات أي حوالي سبعة عشر دقيقة ما موقف أطراف الصراع في السودان من خروج رموز نظام البشير من السجن الجيش السوداني سلطة إدارة السجون خارج نطاق اختصاصنا وتحت مسؤولية وزارة الداخلية الدعم السريع لا سيطرة لدينا على السجون في السودان وهذه مسؤولية الشرطة الميليشيات المتمردة أجبرت شرطة السجون على إطلاق سراح النزلاء قيادات الموالية للبشير في الجيش هي المسؤولة عن إطلاق سراحه إدارة سجن كوبر أطلقت سراح نزلائه بسبب انقطاع المياه والكهرباء والإعاشة خروج قيادات البشير من سجن كوبر صدمة وانتكاسة لشعب السوداني نحن غير معنيين بأي بيانات من أي جماعة أو أفراد خرجوا من السجون مغادرة قيادات نظام البشير للسجن أمر متوقع وبعضهم مطلبون دوليا معنا مشاهدينا من واشنطن عبر سكايب كاميرون هاتسون ديبلوماسي سابق وزميل أول في مركز إفريقيا بالمركز الأطلسي الأمريكي أهلا وسهلا بك سأبدأ مما كتبته حول موضوع الأزمة السودانية ومما علقت عليه بأن الكل أخطأ في التقدير تحديدا الجانب الأمريكي والغربي في الحسابات مع الرجلين كيف أخطأ؟ أعتقد أن الخطأ الأول هو تصديق ما قيل لهم من قبل أجنارين البرهان وحمدتي وقال لنا والشعب السوداني بأنهم مستعدون للحكم المدني وأنهم مستعدون للتسليم للسلطة للحكم المدني وأنهم نادماني على الإنقلاب وأنهم قادم عنا قبل عام فبينما كنا نصجق وهذه البيانات خلال سابع الماضية كان يستعدان للحرب فأعتقد أنها حقيقة عدم التحقق مما قال لنا وأننا كان ماضيان في الحوار السياسي وحوار حول أصلاح القطاع الأمني بينما لم تكن لديهم أي تنواية لتطبيق تلك الإصلاحات أعتقد أن هذا هو أكبر خطأ ارتكبنا نعم بأيضا الخطأ بأن الجنرالين خدعوا المجتمع الدولي أيضا بهذه النقطة هناك من يعتبر بأن حتى المجتمع الدولي خدع وكان يعلم بأنه مخدوع لكنه لم يحرك ساكن طيلة الفترة الماضية ما الخديعة التي انطلت على المجتمع الدولي هنا أعتقد أننا فقدنا المنظور التاريخي فيما يخص سودان إذا ما عدنا إلى محاذفة السلام المكثف التي أنهت الحرب بين الشمال الجنوب السودان وكانت هناك فوضات حول أصلاح القطاع الأمني وما شهدنا هو أن الجنرالين حينها اتفقا على تلك الإجراءات وبعدها لم يفي بوعودهما فشهدنا ذلك مرارا وتكرارا وحتى مؤخرا قبل عام ونصف الجنرال بورهان جلس أمام المفاد الأمريكي الخاص وقال له بأنه لن يكون هناك انقلاب في البلاد وبعد خمس ساعات فقط الجنرال بورهان قاد الأنقلاب فلست أفهم لماذا على الأقل من ناحية التاريخية نستمر بتصديق كل ما يقال لنا من قبل هذين الجنرالين أعتقد بأن السبب هو لرغبتنا في تصديقهما وليس لأنها ما أعطانا الدلة بل فقط لأننا نريد أن نصدق ما يقولونه وأن نصدق بين دمسيتنا لها الأثر المرغوب ولكن الحقيقة عكس ذلك أيضا أستاذ كاميرون هناك بعض التقادير التي كانت تتنبأ بحصول مواجهة عسكرية بين الطرفين قبل أن تحدث هذه المواجهة برأيك لماذا لم يحرك الغرب ساكنا خصوصا أن المبعوث الأممي كان موجود هناك اللجنة الثلاثية والربعية كانت موجودة هناك وكانوا متفائلين بشكل كبير بالانتقال السلمي وهنا أيضا أنت تقول بأن الجنرالين قالوا شيء وكانوا يخططون ويحضرون شيء آخر تماما في قاعات المفاوضات السياسية قال جنرالنا بأنهم يستعدان لحكم مدني ولحكم التقالية جديدة أما في شوارع الخرطوم فقد شهدنا إعادة نشر القوات والجنود والمدرعات الثقيلة وحتى المدفعية تنقل إلى داخل المدينة وشهدنا الجنرالين في مواجهة في الليلة بعد المحادثات السياسية ويتمركزان في مواقع أساسية حول المدينة فالأدلة الوحيدة التي حصلنا عليها والتي نستطيع نشور إليها هي الاستعداد للحرب ولم يكن لك أي شيء يشير إلى الاستعداد للسلام أو للحكم المدني من ناحيةه ومن قبل الجيش وهذا أكثر ما يقلقنا الأمر لا تطلب شهادة الدكتوراه في تاريخ السوداني لرؤية الحقائق على الأرض أي سوداني لم يكن مخرطاً في هذه الحوار السياسي يرى بأنفسهم بأنهم لم يكنوا صادقين في المفاوضات بل كانوا يشتريان الوقت ويحاولان نشر القوات المدني وكسبها داخل مؤسساتهما ولكنهم في الختام لم يفي أبيعودهم وهنا نعيش الظروف التي نشهدها اليوم هناك تقاذف للاتهامات بين الطرفين حول موضوع من يريد الانتقال السلمي للسلطة والانتقال والمسار الديمقراطي ومن لا يريد وبالتالي سيكمل الطرفان بهذا الموضوع بحسب خبرتك الشخصية بالتعاطي مع الملف السوداني كيف كان يمكن للدول الغربية تجنب الوصول إلى هذه المرحلة من النزاع وكيف كان يمكن التعاطي مع الطرفين بطريقة ممكن أن تجنب النزاع السودان هذا المسار الدمون أعتقد أن واشنطن وشركاء آخرين هم من أعطى الشرعية لهذه القائدين العسكريين وسمحنا لهم باللعب الأدوار السياسية وإدركنا بأن من يملك السلاح يملك السلطة لم نفعل ما يكفي لرفع ودعم أصوات المجتمع المدني وقوات الحرية والتغيير والسياسيين المدنيين نعم كلهم من قاسمون وضعفاء نعم وصحيح كل هذه الجهات تثبت بالإشكاليات لكنها لم تقتل أحدا وليس لديهم قوات جوية تقصد مدن اليوم فأعتقد أننا سمحنا لأنفسنا بأن تفرض علينا شرط لمحادثات مقابلها الجنرال وكان يجب أن نفض العقوبات على هذين الجنرالين بسبب ما قام به في عام 2019 وما حصل فيما يخص الاعتصام المدني وعندما أطاحه برئيس الوزراء حامدوك وأساس الحكم العسكري مرة أخرى في البلاد كان يستحقان تلك العقوبات حينها وربما لا أزال شرعية عن هذين الجنرالين كأطراف السياسية كنا سنحلوا كل المشاكل السودان بالتأكيد لا هم يسيطرون على السلاح والأموال والأزال قوياني جدا ولكن خلال العام ونصف الماضيين أعاد ابتكار نفسهما وحاول إقناع المجتمع الدولي والشعب السوداني من أنهم قادم مدنيين مستعدون للسلام وأنهم ارتكبوا الأخطاء ويطالبون بالسمح وفي الحقيقة كل ذلك كان كذبا شكرا لك كاميرون هاتسون ديبلوماسي سابق وزميل أول في مركز إفريقيا بالمركز الأطلسي الأمريكي على هذه المداخلة معنا فيما يتواصل إعلان الهدن في السودان تتواصل عمليات الإجلاء لرعاية الدول من البلاد لكن هذه العملية تواجه تحديات كثيرة خصوصا على السودانيين الراغبين في الهرب من ساحات المواجهات إلى مناطق أبعد أو حتى إلى خارج البلاد تشتد الأزمة هناك وتنفرج في المعابر والموانئ والمطارات لكن قبل الوصول إلى بر الأمان ثم تتحديات يجب تخطيها ولعل الوضع الأمني المتردي أخطر تحدي لذا تشكل الهدن متنفسا للحركة لكن ذلك مرهون بالتزام طرفي النزاع بوقف إطلاق النار فمنذ أكثر من عشرة أيام أعلن عن أربع هدن بوسطات دولية العنوان الأبرز لها خروق وانهيار العائق الثاني في حال تجاوز الفرين هشاشة الهدن يتمثل في كلفة تنقل فثمن تذكرة الرحلة إلى بورتسودان من الخرطوم في الحافلة يصل إلى أربعمائة دولار للشخص الواحد لكن ثمت أزمة أخرى محطات وقود مغلقة إما لانقطاع الوقود أو لاستهدافها تشهد الأسعار ارتفاعات كبيرة فتكلفة القالون في السوق السوداء بلغت خمسين دولارا أي عشرة أضعاف السعر الرسمي وللتنقل لا بد من الدفع هنا مشكلة أخرى لا محلات صيرفة ولا صرافات آلية والبنوك مغلقة حتى تحويل الأموال عبر تطبيقات الهواتف لا يعمل معضلة أخرى قذائف وشضايا لم تنفجر قد تكون في انتظار استياد ضحيتها لذا تشدد المنظمة على تجنب التعامل مع أي منها في ظل هذه الخيارات المرة والصعبة يختار البعض المخاطرة غير أن آخرين يفضلون البقاء في منازل ستكون بالنسبة لهم أكثر أمنا من مخاطر رحلة قد لا تكون محسوبة العواقب والآن مشاهدنا إلى موجز لأبرز الأخبار الدولية بعد أول محادثة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي منذ بدء الحار في أوكرانيا أعلنت الحكومة الصينية أنها سترسل ممثلاً خاصاً عن بكين مسؤولاً عن الشؤون الأفريقية الأوروبية عفواناً لاسيوية إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء محادثات معمقة مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وقال مسؤول صيني أن محادثات جين بينغ مع زيلنسكي تنم عن موقف الصين الموضعي والمحايد إزاء الشؤون الدولية وأحساسها بالمسؤولية أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروف أن موسكو تقدر استعداد بكين لبذل الجهود بشأن بدء عملية تفاوض مع أوكرانيا وأضفت أن كيف تبدي رفضها لأي مبادرة عقلانية تهدف إلى تسوية سياسية وديبلوماسية للأزمة وأنهاء الصراع أعلنت روسيا عن طرد عشر ديبلوماسيين نرويجيين رداً على طرد أوسلو 15 موظفاً في السفارة الروسية لديها وقالت الخارجية الروسية في بيان أنها استدعت السفير النرويجي لدى موسكو وأبلغته بعمليات الطرد هذه في إطار إجراءات انتقامية معبرة عن احتجاجها الشديد على طرد النرويجي ديبلوماسيين روس هذا وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كلافيرلي أنه ليس من المرجح التغلب على كل الخلافات مع صين إلا أنه توقع أن تحافظ بكين على التزاماتها الدولية يجب أن نتعامل مع الصين عند الضرورة وأن نكون واقعيين بشأن التعامل مع الصين وهذا يعني عدم التراجع عن مبدأ واضح لا نتوقع أن يتم التغلب على خلافاتنا مع الصين بسرعة لكننا نتوقع أن تراعي الصين القوانين والالتزامات التي تعهدت بها أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابات بورن في بيان لها أن مشروع قانون الهجرة الذي طلب به الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون سيتم تأجيله وذلك لعدم توفر التصويت الكافي على نص القانون مما يؤجل الطرح المفترض له وأكدت بورن أن حكومة بلادها مستعدة إلى هذه المساءلة كأولوية مشيرة إلى أن فرنسا أعلنت عن تعبئة 150 شرطي إضافيا على الحدود الإيطالية اعتبارا من الأسبوع المقبل لمواجهة ضغوط الهجرة المتزايدة أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة سترسل غواصة نووية لتتوقف في كوريا الجنوبية في خطوة لتعزيز قدرات الردع في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية هذا وأكد المسؤول الأمريكي أنه سيتم الإعلان عن نشر الغواصة المجهزة بصواريخ باليسية ذات القدرات النووية في إطار إعلان واشنطن الذي سيقره الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي الذي يزور الولايات المتحدة والآن نعود مشاهدين لاستكمال تغطية أحداث السودان وساعة إخبارية جديدة مع الزميلة رينبو كامرة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر